ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 39.13% إلى 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصل عدد المسافرين خلال الربع الثالث إلى 22.9 مليون مسافر وبذلك أصبح الربع الأكثر ازدحاما من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019 وبمتوسط حركة مرور شهرية بلغت 7.6 ملايين مسافر وتوقعت مطار دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي متجاوزة بذلك أعداد المسافرين المسجلة عام 2019